اشام شيري منور بوجودك حبيبي حبيبي اشام طبعا اسمه نورتنا نورتنا ازاي حضرتك الفتاة وانت كمان ما شاء الله او من اعاقس اشام الواحدة ما شاء الله لا كلنا ما شاء الله الصراحة راحة ايوا الصراحة راحة بما ان الصراحة راحة بقى يا واحد بنتكلم يعني اصف فيه بيننا نقاش على موضوع الصراحة ده انا بقول ان الواحد لازم يتأنى قبل ما يقول الصراحة بعد بقى وقت طويل عدة في حياتي ايوا وشوية حاجات حصلت في حياتي فلقيت ان الواحد لازم يتأنى قبل ما يقول الصراحة عشان ما يزعلش حد انت عارف بقى ان انا متسرع وصخنة ودغري اه ودغري حب اللي جوي اطلعه على طول كده بحس ان ده اريح واسهل طبعا انت رأيك ايه في كده انا رأي ان زي ما انت بتقول لما كنت هي في كنت قريدي اه هي في كنت هي في كنت فاهم قصدي اه فمن حق هتقولك انا اقدر اقول هذا الكلام لان انا برضو زيك احب اقول الصراحة وامالحنا اقولنالك تيجي ليه النهارة بالضبط انت يعني انت الصراحة لا اه يعني ايه صراحة اصلا لا بس فعلا يا شريف اه احنا انا ممكن انا وانت من تجربنا اه يعني اتقرصنا من الصراحة دي شوية امم وانا معاك في اللي انت بتقوله ان الواحد لازم يتقنى بس مش يتقنى هو لازم يحط اللي هو عاوز يقوله بطريقة اللي قدامه يفهمها امم احنا بتقولها وزي ما بتقول هي لما هي في مرحلة كنت فبتقول كده فبتقول كده اصلا هشام عارفه هشام لما كنت انا و هو كنا كان هشام تاك على طول على فكرة حد من قريب احنا و احنا بنعد الحلق اصلا يعني ما كانش فيه اسامي ان احنا قلنا صراحة يعني على طول حجة اول اسم الله خليكو يا رب اقدر ادى اقدر ادى الكلمة دي لانها كلمة جامدة ما هو بقى انا هاجي في الحتة بتاعت كلمة جامدة دي بقى تفضلي اكيد حقيقة حطيت في موقف اضطريت ان انت تتكلم بمنتهى الصراحة ممكن يكون حاطك في موقف مش لطيف بتصرف ازاي لما بيحصل حاجة زي كده ولا حاجة انا و انا زغير زي شريف كنت بقول الصراحة باي طريقة انا شايفها النهاردة بحاول احطها في بطريقة بشكل ما يزعلش اللي قدامي ولكن لو زعل هو حر لان عادة الصراحة لما تقوليها بتزعل طوام ولكن بعيب الصراحة كمان ان طول ما انت صغيرة الناس تفتكرك انك بتتمنظري عليهم بتتكبري عليهم فاكرة نفسك حاجة او متهورة او متهورة ولكن مع مرور الزمن لما الناس تعرف ان انت شخصيتك كده وبتحبي كده ويبتدوا من الحياتك واللي انت عملته يقولوا لا ده بني ادم صريح بذب صح القيمة دي ما بتجيش وانت صغيرة بتيجي وانت وانت في سن اكبر فبتعاني كتير قوي لغاية ما الناس تقتنع لا ده ما تكلم عنش ده دغري يعني ما تحاولش معي ده كويس زي اي حاجة تانية في الدنيا كويس فيه كويس منه يعني فيه حاجات كويسة فيه وفيه حاجات وحشة زي الدواء ليه سايد افكتس وزي الكتاب الكتاب برضو له حاجة كويسة فيه وحاجة وحشة ماذا الحاجة الكويسة؟ الحاجة الكويسة انه بيوصل للي هو عنص مم الحاجة الوحشة ان بعد فترة بيتقال عليه كتاب صحيح صح هي نفس الحكاية امتى الواحد يحكم على انه ده صريح او ده بجح قوي مم لما ويقول لك ايه انا اللي في قلبي على لساني مهو ده صحيح اه ولكن هي طريقة انه يبقى فيه اللي في قلبك على لسانك بس الطريقة اللي انت بتقول بيها يعني انا عمري مثلا شتمت بني آدم عشان اقول له انا متضايق منك مم علشان ما ما غلط غلط ده يبقى غلط ده يبقى غلط يبقى بجح يبقى بجح يبقى انت تعديت الحدود الاحترام بتاع البني آدم قدامك صح ولكن طول ما انت بتقول رأيك ولا ولا يعني تتمادة للشخص اللي قدامك يبقى انت سايب برضو مساحة مساحة انه يقول لك لا ده مغلطش فيه هو قال رأيه بشي إيشام بنسباني مرحلتين مرحلة كان حاجة ودلوقتي حاجة كان إيه بقى إيشام كان كده ده صحيح وبعدين بقى كده ده صحيح ده صحيح لما كان كده بقى زعلت ناس كتير في وقت ذات آه آه طبعا معترف في ده آه طبعا بس هي دي الطريقة اللي أنا كنت بفكر فيها أو اللي أنا شايفها صح اللي هي مرحلة كنت اللي هي مرحلة كنت آه ولكن لما كبرت فهمت إن في طريقة برضو أحسن إنك أنت تقول رأيك بطريقة أهدى يعني أنت قعدت مع نفسك ولا؟ ملاحظات من أصدقاء ليك لا قعدت مع نفسي وملاحظات لأب أصدقاء لي وعلى مر السنين يعني في ناس كانت تقول لي طب ما تهدش وأقول له أهدف إيه يعني أنا لازم أقول له كده نفس اللي أنا بعمله دلوقتي يعني هو فعلا مرحلة كنت دي ألدواسي ومنا بيها جدا وده كان سؤال عندي إنه كابتن صالح سريم الله يرحمه كان معروف إنه رجل ضغري جداً ما عندوش مجملات ومتاقية لأنه أعلم هشام إنك قول الكلمة ولو على رقابتك ما تكذبش طول ما أنت مقتنع باللي أنت بتعمله أو بتقوله أو برأيك قوله لأنك لو حاولت تقول رأيك لكل واحد بالطريقة اللي هو هتقبلها وحيحبك فيها أيوة أنت اللي هتخسر نفسك صح مظبوط يا إحشام مظبوط والله بس في موقف حيك قلت في حاجة ممتاز صراحة مش قادر تنساك وندمان عليه لا أنا بالعكس ما هو الحاجات دي أنت ما بتنسيها لكن اللي أنا في تكره مثلاً في المدرسة كنت ضربت واحد زملنا يعني في الفصل واحد يعني من دين فأبوه جيه ولقيت النظر بين دهني ودخلت أبو الولد قاعد مع النظر قال لي أنت ضربت فلان الفلاني ده أبوه قلت له آي يا فندم أنا ضربته قال لي وكمان النظر يعني وكمان بتقول كده قلت له أيوة بس أنا حذرته قابليها هو كان فيه واحد صاحبنا تاني لسه راجع من اللعية وغتت عليه قلت له سيبه ما تغتتش عليه الولد ده تعبان وغتت عليه تاني قلت له لو غتت عليه تاني حضربك فغتت عليه تاني رحت ضربه ولو أعمالها تاني يا فندم هضربه برده الصراحة الضغري للنظر راح بصصلي كده قال لي طب تفضل وعمره معاقبني على أي حاجة طب يبقى ده حاجة عظيمة عشان هو عارف إنه هو لو حصل حاجة هيقوله هو ده اللي أنا بفتكره الصراحة صعب إنك تقولها لو عندك الشجاعة إنك تقولها فأنت بتحترم نفسك قبل ما تحترم اللي قدامي مظبوط مظبوط أسانا في حاجة بتجنيني قوي بصراحة عايز أقول لها لك يعني وعايز أقول لها لك أنت كمان كل الناس اللي بقى بلهم في حياتي يقولك أنا عيبي إن صريح كلهم كلهم وبحبش كده بص موتي وسمك كده كلهم بص أنا بحب أبقى دغري كل الناس دغري كل الناس صريحة بحاجة أنا بكتب ساعات أكيد البشر كله كدب حتى ولو كتب بيضة طبعا لازم كلنا نقل بشر يعني موضوع إن الواحد يكتب دي الساعات ممكن يقب يكتب علشان يخرج من موقف الكتب البيضة طب إمتى الكتب يبقى ليجل يا شام يعني ممكن تقول أو يعني مصرح به يعني أو يعني وأنت عملت كده قبل كده عملت في حاجة أنا شايف إنها تبقى حاجة يعني كويسة يعني أكدب على أمي مثلاً أنت مسافر بكرة أقول لها لا أنا قاعد يعني مش هتسافر أقول لها لا أأجل سفر وسافر تاني يوم لما أوصل أكلمها أقول لها يا مامي أنا وصلت فبلاقي رد الفعل بجد والله أنت مش قلت لي كنت مسافر قلت لها عشان ما يعني ما تتدايقيش إنما أنا وصلت دلوقتي فما تتدايقيش برطة كله تمام تمام هي دي كدب سوشيال ميديا مثلاً ناس كتير قوي أنا أفلتها أه لا بس تشتم وتعمل وتقول رأيها وتقول لك أنا بقول رأي فيك بصراحة يعني ده أنا كده بقول لك حاجة أنا صادق معاك وبقول لك رأي بصراحة فده الفرق بين الصراحة والوقاحة إن الناس بتتعدى حدودها في تحت ماها بالظبط أنت قلتيها تقول ما ما فيش حدود تعدد بطولة لسان أو بيعيب فيكي أو بيقول رأيه مجرد رأيه علشان يوصل لك فده صراحة ده مش طيب بمناسبة صراحة يعني أنا عايز أقول لك يا جماعة بصراحة أنا عايز أطلع فاصل وارجعتين ورجعنا تاني للصراحة وهشام سليم اللي هو مشهور عنه الصراحة أنا كنت بقول لك قبل الفاصل أن فيه كد يتقع لك قبيض أو كد الواحد بيتطر يعمله علشان خاطر ينقذ موقف أنا مثلاً من الناس اللي إنتي حصلت كده بكيه؟ يعني لما بتبعي تصلح بين اثنين طول مثلاً إيد طول مثلاً إيد والله يتبعي لعيكي كلام كويس ومش عرف إي حتى لو ده ما بيحصلش ما ينوب المخلص غير تقطيع قدومه بزبط وليه أنت حصل لك حاولك تصلح وتقطعت قدومه؟ غالباً كده وداخل بين البصلة وقشرتها طب ماشي أنا في رأيي أن أحسن طريقة للكلام ده أنك ما تروحش تنقل الكلام لحد وتقوله حاجة وبعدين تروح للتاني تقوله حاجة فيه ناس كتير قوي في النص ممكن يقولك ده قال لفلان أنك أنت كذا ويحرف الكلام أحلى حاجة في رأيي لو أنتوا صحاب فعلاً أنك تجيبهم هما اللي اتنين وتتكلم معهم هما اللي اتنين وحاجة بتعمل كده على طول في أوقات كتير علشان يبقى الكلام قدام الاتنين الزبط لا حد ينقل ولا حد يزود ولا حد ينقص المفروض الصراحة والحقيقة كلها تتقال لو قلت نص الحقيقة ممكن تضر برضو على فكرة الشام بيحرق لنا الأسئلة اللي جاي كلها أنا عايز أقولك من جوية بيجاوب الحاجات اللي احنا هنقولها ما ها أصل الموضوع كده شريف يعني مش سهل لا بس مثلا إيه لما يكون هشام مثلا وأسمع وفيه موقف أصدقاء ووصلوا ان انت قال عليك كلام ووصلك اتقال عليك كلام فما فيش منع ان انا روح اقوله دا انبالعكن كانت تفسير صيرتك أنا وأسمع وبتقول عليك من انت راجل جميل جدا ولزيذ جدا وأخلاقك عليها وبتاع الكلام دا ممكن يقوم وقع عنده يخليه يقولك طب وفكر بقى بدم الدنيا لينة كده ممكن بس طول ما هو مش جاهز انه يخلص الموضوع ده مش هيجيب نتيجة عايز اسألكوا سؤال ليكوا لحضرتك والأستاذ هشام لما حد هل تقولك حضرتك في البيت؟ اه بجد والله ده أنا في البرنامج هنا لما بقول انت مرة بيقوم بي عايز بجرديني أنا نقص علي يقول لي انت واد انت لا انت عشان بيدلعهم برضو بدلعها برضو بتقول لي بيدلعني يا شريف السؤال بقى انه لما حد بيكدب حاج بتعرف تقفشه؟ لا ما بتعرفش لا لان بتعامل على الناس على اساس زي ما انا خواجه يعني اصلي يكدب علي ليه لغاية دلوقتي؟ اتصور يا شريف لا يا راجل اه والله طب وانت بتعرف تقفش؟ الناس وي بتكدب؟ طبعا عشان البادي لانجوج مش بس البادي لانجوج راف بتركز في الحاجات اللي هي اللغة الجسدية لا لا مش اللغة الجسدية بس انا بحس احساسي بحس ان فيه كلام مش مظبوط وسعال بيبقى الكلام مش ركب على بعضه بس انا بقى بحس ان بيمكن كلام بس بلاش اشك فيه لغاية ما يثبت انه غير كده انه غير كده بس بيبقى زعل كبير ساعتها ما على طول لاحد بيتقهر مش بيزعل يعني انت حصل لك قبل كده حد كده بقى عليك وصدقته فترة طويلة وبعدين اكتشفت كتير كتير اه وتوجعت اوي اوي اوه على حسب اهمية الشخص اه اما وجهتوش وكلمت معاه اتجنبو معكم اتعاه اتعامل معاه لانه لو تعملت معاه اتعاهش أمسل لذيذة وكويثة معا أنا أبقى بعيد. هايك بتعرف تعمل كده؟ أنا أبقى بعيد أو أسكت. يعني ما فيش داعي أعلق وخلاص يعني. ستعرفش أن أنت اللي هو تحاول أن الحياة بتبقى لطيفة وهي مش لطيفة دي. لا، غير لو بني آدم أنا قريب منه قوي. طب وهايك يا بوبي بتعمل كده؟ بتعرف تعمل موضوع اللي هم بيسموه يعني مجملات اجتماعية؟ مجملات؟ اللي هو؟ لا، أنا مشكلة تبقى بيبان على وشي. يعني أنا فيه صديق لهي. مثلاً كنت باحضر شغل لي بتفرج عليه. وما عجبني الشغل قوي. وبعدين سألني. قال لي ها. قلت له تمام. وقلت ساكت كده. قال لي لأ يعني إيه؟ تمام. يعني حلوة قوي. بتحس بمسؤولية إن لو قلت له حاجة غلط ما هتضره. بص يا أسمع فيه ناس وشام يعرف كده. فيه ناس بتعرف تمشي حياتها. يعرف ما يزعلكش ويبقى في حاجة فعلا مش عجبك خالص ويبقى يقول لك أنا مليش دعم ويزعله مني ليه بس لو هو حد غالي عندي وحد مهم وانا شايف فيه حاجة مهمة لازم أقوله برضو بني وبينه بس فيه ناس بقى ممكن تقوله علملأ لا ده مش بسبب لأ طبعا مش صحيح علملأ غلقت ولو هو قرأت منك المفروض يتقبل منك بس الناس عمومة بتحبش تنطقت البشر نفسها ما بتحبش اه لا والنقد كمان بالذات بيبقى صعب على الواحد ولكن ده على حسب برضو علاقتك بالبني آدم ده لو علاقتك هو عرفها وعرف انك بني آدمة طبيعية وهتقول له اللي شايفاه مصلحته مش مصلحتك بزبط هيصدق لو ما فيش العلاقة دي احسن ما تقوليهاش طيب عندي سؤال تاني أنا عندي اسئلة كتير على فكرة شايف ملاحظ اسئلة كتير موضوع الصراحة ده بالنسبة لي مهم الستات يا معلوم لا اسمها فعلا قطر والله بجد رهيبة ده هتتعبي ولكن في الاخر هتستراح في الاخر هتستراح بالزبط يعني عايز اقول لحيك موكف كده يا ربي خليك موكف كده قبل مما واسأل حيك سؤال انه ما بيني انا و جوزي انا بحكي ده عشان يعني ما دي خبرتي مع قرب الناس لي كان في الاول لما بيجي اسألني على حاجة فيها جوزي 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 اوما لانا ايه لا انا اقرب الناس لك انا اقرب الناس لك طبعا انت قلبي وحياتي لا يا بي لا 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 يا حجازي انا اقرب الناس لك بس انا اعتبر دلوقتي ده بصراحة ولا كده وكده لا كده وكده اه طيب بس دي الصراحة تقابلوا في حياتي ما بيش هيسمها كده بس قصدي انه لما كنت مثلا بيجي يسألني في شغل او يسألني في حاجة قطر بقى انت مش فاهم بقعد اقول لحاجة كده زي ما هي حاسس ان ده مثلا ممكن يكون فيه عدم تقدير او انا دبش قوي دلوقتي بقى اللي هو لأ قوليلي لما قوله مثلا ايه حلو ولطيف يقولي لأ قوليلي لأ فيه حاجة انا عايز اعرف يعني اتعود مني على فكرة ان انا بجد صراحة دي بتكون ده جوزك عشان خطره وانتي اكيد تعودتي برضو او تعلمتي انك تقوليلي الصراحة بالطريقة اللي هترياحه هو لا للأسس لأ ما هي عشان كده بقولك هي نفس الحكاية بس لازم انتي برضو تتعلمي تقوليليه امتى وتنتقديه امتى وتقوليليه ده كويس امتى ايوة صح لانا فيه وقت ببقى الواحد مش قادر يسمع دلوقتي له امتى فذلك ممكن تقوليه في وسط شغله و بتقوله من ام برجلى هزيء طبعا نغلط فما هقول له الدوني دي كلها ما انا بقى عشان كده بقول يا ريتني كنت لما صغير كان عايبقى عندي نص التفكير اللي انا بوفكرهه النهاردة اممم او العقل ده فصه هي دي صنة الحقيقة وبنا نفعلها انهية دي صنة الحقيقة وهي دي اللي بعد الكعبل ويزعل ويزعل منه أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جداً هشام سليم بجد والله العظيم يا جماعة اللي في البيوت الراجل ده تحول لشخصية طيبة فوق الوصف يعني كان حد جداً طباعه واضحة صريح أنا بعجبوش مش عاجبني لا بالمناسبة في عندي سؤال في الحتة دي في حصل صراحة معاك مرة واصلت لك أنك تغسل شغل كتير يعني هراوية طب دايعتبر مثلاً فرميلك شوية في أوقات؟ وقتها ما فرقتش أنا قلت رأي وعجبو عجبو مش عجبو أنا ما اشتغلش معا كمان يعني مش هتفرق يعني هشتغل معا لي يعني طب ممكن تقول لي مثال مثلاً مش لازم مين يعني مثلاً إيه جالك سيناريو؟ جيت قريته؟ أو إيه اللي حصل؟ الموقف نفس اشتغلت ومش عارف إيه وبتاعه وقعدنا اشتغلنا 12 ولا 13 ساعة أه وليتهم لسه بيشتغلوا قلت له ما أنا تعبت يعني مش عارف إيه فنمشي لا مش هنمشي غد لما نخلص وقلت له ده حرام عليك ويعني ما ينفعش قلت له كده؟ قلت له كده؟ حرام عليك ويعني ما ينفعش قلت له حرام عليك وما ينفعش أنا مش قادر لا في ليلة الحلمية يا بنتي كام؟ لا ليس الحلمية أنا معشي أنا تعبت لا بقى كنت بروح كل يوم وكان بيعد يعني الساعة الثمانية كل يوم الساعة سبعة بعد الفطار بنبقى هناك فاكر ويبتدوا الساعة واحدة وأنا بروح كل يوم الساعة سبعة واقعد لغاية الساعة 11 الصبح ويقولوا لي روح أهو يا جماعة عشان بس يتعرفوا بس إيه الفنانين بيتعبوا عشان بس إيه هم أو بيقول لهم شيء حاجة كده كان فيه مصايب بتحسن لا وبعدين هشام دوره في الآية الحلمية كان من أدوار الرئيسية الأساسية المهمة طبعا فكان ببعنده ديكور طويل فكان فعلا بيساعة بيقعد فترة طويلة بشتغلش وبنشتغل من سبعة بالليل من بعد الفطار لتناشر الظهر تاني يوم اه الناس توصل الساعة 10-11 ونبتدي نشتغل فنخلص 11-12 الصبح اه ده احنا فيه أيام كنا بنخلص نروح ننام أربع خمس ساعات الحلقة اللي احنا بنصورها بتروح تتنقل بتتعرف بعد الفطار يعني النهاردة بعد الفطار اه فكان وكنا بنقعد فيها تسعة تشهر اه زي الولادة اه تسعة تشهر فكان صعب فالمخرج بقى يوميها اه قال لي خلاص سيب بيجامتك كان لازم أنام يعني او لابس بيجاما اه سيب بيجامتك واحنا حن حنكمل حنكمل اه يعني يعني اه دخلت في اهانة بقى فعلي الراجل دالك كسر مش فاكر اسجاب لا 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 عمري ما تحصل حاجة زي كده أولي الأغنى حصلت بس مش مشكلة طبعا حصلت طبعا جميل أنت الله العزيز حصلت مرة أود طيب أنا عندي سؤال مهم جدا بس بعد الفاصل ورجعنا لكم تاني ومعايا مفاجأة أو يعني مش موضوع بس مفاجأة دي حاجة هتحبوها الستت بالذات هتحبها قوي معايا ضفتنا النهار ده ردوة فاتحي لايف كوتش ازيك يا ردوة ازيك يا أسنى نوارتين انتي جميلة ربنا نخليك ده منزوء مجابلة اجتماعية ولا صراحة صراحة والله لم تديش أحلى مرجميك وعليكي أشوف عنايا بتزيبش ربنا نخليكي كنت عايزة أقول لك أنا عرفت أن أنتي تقدر تقول لنا إزي أو فورانزيكس مات عن موضوع الفورانزيكس أو البادي لانجوج إزي نقدر نعرف يعني بادي لانجوج وإنه لغة الجسد أهو الأولانية اللي هو فورانزيك اللي هو علم الحركات علم الإيماءات يعني الإيماءات لأن فورانزيك بيستخدموها كمان في النيابة بالضبط البصمات وال الأثار والإكتاء كويسة أنا محبة فورانزيكس حسنا كان فيه مسلسل اسمه لايت ومي اجزب علي يعني مسلسل دا كان بيتكلم في كده بيعرفوا الزابط بيعرف بلتغني فيونة اجزب علي وحية عيناي مش كده شهدي بلاش بلاش عالش بلاش عالش بلاش عالش حالش عالش مانو مسلسل مرجري دا فكان بيعرف ازاي المجرم دا بيجزب أو كده من لو عمل كده مثلا يبقى ندمان مش عارفة لو عمل دا كمان دا كمان في الفيشيز بتاع تبقى سات هتقول أنا كنت بكدب ولا لا طب أمش أنا بقى أمدا دا أنت صراحة مش هقول عايزة بقى أعرف منك أشن الستتة هتبقى سعيدة كده وهي بتقفش جوازاتها ايوا ليه ليه دا تي جايباني عشان تهدي النفوس دا حرب بليد كده لا نعرف كده الست اللي العقلة ايوا ما تخربش بيتها وهنا بقى الكتب دا اللي كنت بقوله افريدي ان حصل حاجة زي اي دا اقول ما حصلش يا سلم ايوا ايوا مرات وشافتوا وهما دا هو راجع كده وهي مشى كده اه وفق شارق وهي شافتوا اه بعد ايه لا فقالت له في البيت قال لها أنا مش أنا اه صح مش أنا والصح انها تصدق تقول له ازاي والصح انها تصدق لأ دا انت بقى تعليلي تعليلي قليلي بقى الصح انها تصدق لأ من الاول خالص بقى ازاي نكتشف ان اللي قدامنا فييجب خلاص بلاش رجال كله. أي عدد. في حاجات كثيرة جبهة ممكن تخليها نعرف إن اللي قدامنا بيجزب ولا لأ. طبعاً طريقة كلام وإسترسالوا في الكلام، الكلام اللي بيقولوا منطقي ولا مش منطقي، الحاجة الأهم بقى لغة الجسد. لأن كل العلوم الحديثة بتقولك إن من 65% إلى 75% وأعتقد إن دي نسبة متوضعة المفوضة النسبة أعلى من كده، الناس بتفهم الآخرين مش من الكلام قد ما هو من لغة الجسد. يعني إنتي لو أنت وقف في محاضرة واللي قدامك قاعد بيديكي ساعة من المعلومات، فأنت كل المعلومات دي ما خدش منها غير نسبة 20% بالكتير قوي، وباقي المعلومات اللي دخلت هو كان لابس إيه، شكله إزاي، وقف إزاي، كان بيعمل إيه في الحركة دي، لأن لغة الجسد هي المهمة قوي يعني أو هي النسبة الأكبر، خلاص؟ طيب، إزاي السبت، أيوة، مش السبت، نغلطتين يا، مش السبت، إزاي أي حد، إزاي أي حد يعرف إن اللي قدامه ده بيتكلم بجد ولا لأ؟ أول حاجة حنقود بالنا منها هي إن هو إيدي بتمسك حاجة من وشه، من وشه ولا لأ؟ حركة لما اللي بيجذب، أصدك إيه؟ أنا مش هقول، متأخدش كلام عليك؟ إنه هو بيتكلم يعمل كده؟ يعمل كده، بالزبط، كده، هنا هتلاقي دايماً اللي بيجذب، هتلاقي دايماً بي... أيوة، أنا دي عارفها، عارفة إنه عشان كده فيه بنوكيو، لوه بيجذب مراكير، 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 تكبر، يعني دي يعني دي يعني ريليتد لحاجة حقيقية فعلاً، يعني، هو تلاقيه بيعمل كده، فدي من علامات الكذب، إنه هو يبدأ وهو بيتكلم يبلع ريقه، طبعاً كل الرجالة بتي تحكي سيشها، دي بلقى ريقه دي من الحاجات اللي بتتقيه، أنا سيكراً عايزة أقول لك لحاجة بقى، أتحدى لحضرتك، أقول لك لحاجة بقى، أنا أصلاً ببعض شان، لا، مش كده، أنا عايزة أقول إنه ساعات الست، اللي هي دايماً بقى عايزة، أو بعد الحلقة دي هتبدأ بقى، ساعات الست بتسأل أسئلة الراجل لو مش عامل حاجة بيبقى كأنه عامل عاملة، ما دي نرجع لها، دي معاك حق فيها، دي نرجع لها في إن إزاي الست تتواصل مع جوزها بطريقة يعني لائقة، أو بالإتيكات التعامل بين الست والراجل الأزواج أو واتقابة، إنما هو إزاي نفهم إنه هو بيجذب أو لا بيجذبش دي حقائق ثابتة موجودة في الكتب، فمش يعني مش حنعد، لا، بس فيه ستات أو معظم الستات بتفضل حتى لو جوزها ماشي على السراط المستقيم، أيوة، هي على طول شكة فيه، بالزبط، ده استنبل الستات، مش عايزة أدخل في الحطة دي، بس ده صحيح، وده راجع لحاجة برضو يا إسما لو طالما إحنا فتحنا الموضوع ده، ده راجع إن هي عندها مشكلة في الثقة في نفسها، إحنا بسميها سهل في ستيب، تقديرها لذاتها هي مش وثقة في نفسها كفاية، فبالتالي بتبقى شايفة إنه سهل قوي إنها تتخان، سهل قوي إنها تتخدع، هي مش يعني مش قيمة كافية إن تم لعين جوزها، زائد إنها برضو إيه اللي تسخف الرجالة، برضو إيه اللي تسخف الرجالة، ما فيه ده وفيه ده، أه، بس يعني أنا شفت كتير مواقف مندي، ألاقي الراجل اللي مش عامل حاجة، ويبقى حوار بينهم كأنه عامل عاملة، جفاية دفاع عن الرجالة بقى، يشوهم، 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 يشو في إيدك، وحيات ربنا أسمى مش بدافع، أنا بقولك الحقيقة، بيبقى حد ماشي بجنة، بقى من أصبت المواقف اللي هو اللي وقر ده، اه، اتخرت ليه؟ وللستة بقى لتقوله ايه؟ طب كلملي صاحبك، ايه ده؟ لا، ايه ده، ايه ده، لا كده، لا كده، لا كده زيادة، لا كده زيادة، بتتحط في مواقف، بتضطر انها تعمل كده، كميلي العلامات لو سمحتك، احنا، الوقت، الوقت، لا يا فاندم، مقدرش، عمود حجازي عمر وبيكزب، عمر، قبلك يا محمود، فدي حاجة من العلامات، يعني دي من العلامات، علامات تانية بقى، دي في علم اسمه البرمجة اللغوية العصبية، فبيكلك انه يعني، ودي حتلاحك، البرمجة اللغوية العصبية، اه، هو اسمه NLP، NLP اللي هو، يعني ترجمته للبرمجة اللغوية العصبية، ده بيقول ايه؟ بيقول ان الإنسان لو بص، نحية اليمين الزكرة، نحية اليمين فوق، يعني بصي هو قسم الوش لتلاتة، اوكي؟ فنحية اليمين دي فوق، معناه ان هو بيفتكر موقف، بيسترجع حاجة من زكرة، بيفتكر صورة، بيفتكر صورة، يعني، يعني انت، يعني بستخيل كده ان انت، بقول لك مثلا، افتكر لما كنت ماشي، لابس مع شعار فئي، هتلاقي نفسك، اقول لك، وانا ماشي كنت، بتبقى ثانية، بتبقى ثانية، نحية الشمال فوق، الخيال، بالزفر، انا بزكرة، انت جاءت الكلام، ايه ده؟ اسكوتي، انا اقول لك، انا بزكرة، ايه ده، ايه ده، ماهي ده، ايه ده، تبقى ثانية، كده يبقى تفتكر، ترجع للحتة التي فيها الزكرة، بالضبط، الشمال بترجع الحتة التي فيها الزكرة، ها ها، التخيل والابتكار والا... وهو يتكلم عن يقول ايه، وبعد ذلك، انا نزلين بقى محصل كذا كذا، يبقى كده بيكذب، ممكن يكون يبص بيكذب وليس بيكذب، و بتحكيه. بس ده مقايا لست كنت عسل. لا بس مش كل البني أدمين ولا مش كل واحد بص شمال يعني عمل بقى بقى. بص شمال. بص شمال. بيفكر شمال. ده ليه علاقة بالجلب والجمال. ما هو بقى الفرق بين إن حد يعمل كده وتعرفي إنه بيجذب وهو فعلا بيجذب. وهد بيعمل كده وهو ما بيجذبش. ايوه. ايوه كده. عمري ما هعرفها. عمري ما هعرفها. لأنه هو في النهاية أنا عندي معطيات. أنا عندي معطيات معينة. هو عمل كذا كذا كذا. طريقة كلامه ليها طريقة معينة. بيقطع في الكلام. الكلام مش منطقي. انتي قصدك بقى إن كل حاجاتي مجتمعة مع بعضها. انت بتاخد البعض على بعضها. فتلاقي نفسك إنه في حاجة مش منطقية. قصد فيه ناس بس لما بتيجي تتكلم يقولك ايه عن بس فيه ايه؟ ايه. ما نرحت لهم بارح وما قال ليش يعني يتكلموا كذا. دي طريقة كلامه. بس هي بيقولك إن دي حاجة مرتبطة بالعقل في اللحظة دي. لما بتيجي تتسأل حد سؤال. أنا عرفت ليه بقى في حوادس كتير في مصر. ليه؟ كلهم بيفكروا. علشان كلهم هم بيقولوا أنا تحت بيتك. بيكون في آخر وبيفكر شمال وروح لابس فحد. ده هي حتى جايوا لك ده شمال. وبعدين يا ستة كل. ستة كل. بقولي يا ستاتة اللي في البيوت. الكلام ده مش أكيد بيبقى ما يعني. مش أكيد. لكل قعدة شواز. لكل قعدة شواز. يعني اهو. لكل قعدة شواز. طبعا كل الناس هتبقى مش بالقعدة. مش كده. فده حق لو بص بقى يمين بس في النص يعني مثلا لو عمل كده بيفكر حاجة سمحها. بيفكر حاجة حقيقية سمحها. لو بص لو بص لو. تيبسكندرا نيق. لا يا جماعة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يفتن علينا. اوقعت بص شمال فوق. اهلا بقول لك اهلا. منينت ايه. سايوا. سايوا. ايه. بتقولي بقى طلعت ايه. ما بتجدبش. فالنص اللي هنا ده يبقى حاجة ليه علاقة بالسمع ليه علاقة بالودن فلو أنا ببس يعني 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 عناية راحت في النص كده لنحية ودني لمن يبقى حاجة أنا سمعتها وبقولها يعني أنا بحكي لك حاجة أنا سمعتها بجد لو حاجة للودن الشمال يبقى حاجة أنا بألف إن أنا أقولها الكلام ده مش حاجة علشان فيه ستات حقيقي تقولوا قولي لو حقيقي حقيقي وعلمي بس ممكن يبقى ليه حاجة يا شريف أنا كنت فاكر إن بعد إن احنا تكلمنا عن الصراحة وبتاع جايبين حدي يقول أنا كنت بتكلم بصراحة ولا لا ده نحن لسه حندخلوا يا جهاز تشفي الكيس بدلو عتي أنت بتفرج علينا ولا لا؟ أنا طول عمري باتفرج عليك وأنا بشوفك إن أنت أكتر شخص صريح بشوفه على الشاشة الله يعني بيتكلم بتلقى أولا هتلاقي إنه هو بيحكي بالسرسال يعني ما تلاقيش إنه هو بيقطع الكلام مش مش طالع بيوقف وياخد نفس ولأ يعني هو بيحكي ستوري حقيقية وهو بيحكي بيعمل أي كونتكت معيك أو يعني بيعمل التواصل بصري كده على طول بينه وبينك مش بيقضي يفتكر حاجات طيب يعني كذاب بالنسبة لا خاص يعني سألك سؤال الحاجات اللي انتي بتقوليها دي كلها لو حد بيعرف يعمل يعني فاهم اللي انتي بتقوليه فبيزبطها يعني عارف أكيد في ناس كده اللي دارس يعرف ويكذاب ومسترسل وبيعمل ويبص يمين وهو بيفكر في إنه يقلف طيب أنا عايز أسأل سؤال عايز أسأل سؤال مهم جدا في اللي يكلمك ويفضل يحلف على المصحف وقسما بالله ووي 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 تعرفي إزاي إذا بيكذب ولا لأ ومدام بيرجع بحلفان كده في علم النفس بتقول إنه المبالغة في الشيء يبقى هي ضد الشيء يعني لو أنا مثلا من الناس اللي دايما الناس اللي شاهديني متكبرة ومغرورة وبتاع فعرفين أنا عندي مشكلة كبيرة جدا في السيقة في النفس فبعمل كوموفلاش أو يعني بعمل تغطية كده على الحالة اللي عندي فبتضرب مني شعيين تطلع يعني مش كل اللي بيقول كده يبقى المبالغة في الشيء بتدي نتيجة يعني تفسر بالنتيجة عكسية واللهي كانت حلقت جنن وعدت بسرعة جدا وردو أنا أخذ نمرتك علشان أنا تقريباً هبعث لك ناس هددوك لا بجد واللهي نورتينا وشرفتينا ومرسي جداً جداً لا أنا منك أركب كاميرات في البيت وهي تبقى عندها المونتر تفضل ترائب أول ما تشوف حاجة هتكلم مرسي يا ردو وشرفتينا مرسي يا ردو جداً جداً مرسي يا ردو جداً إن شاء الله أكيد مرسي يا شريف وأنا مرسي جداً عشام واللهي العظيم مش قادر لك بجيتك جدي على رأسي حلقة جميلة طب قبل ما أقفل بقى السنة دي بقى كلبش تلاتة أنت إيه؟ أنا وحش ما تقولش أنا وحش وكدب ومفيش صراحة بتبقى عليك أن تبص شمال؟ بص عينو طب كويس رجوع حميد إن شاء الله لأن احنا مفتقدينك جداً أنا خايف قوي يا شريف إن شاء الله وبعدين أمير كرارة ده سكرايا أنا عارف والناس كلها اللي اشتغل جميلة أنا عارف بس أنا أخايف إن ما يطلعش بجودة التانين لا 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 هحس أنا لأننا الأخير لا 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 يعني إن شاء الله إن شاء الله حبابك بكلمك وبارك لك يا ربي حسيك إن شاء الله إن شاء الله ألف مبروك وستاخذوا العالم كلنا دكتور بيتر ميمي وإن شاء الله على خير بإذن الله شرفتونا بجد شرفتونا بس هل عمزيكا؟ يلا بقى سمعنا وغنية فكرنا بقى زمان